حبيبنا مشرقني ومنورني الكابتن الكبير كابتن رياسي الشنواني نجمي النادي المصري الأسبق حبيب نور الدنيا دايما سعيد بتواجدك معاك حبيبا كريم مننا لسعيد دايما نكون معاك وتشرف دايما نكون معاك وحمد الله على السلام كابتن ياسي العيش في لندن فطول الوقت يعني ايه بنصطاد الفرصة اللي موجود فيها هنا في مصر عشان ينورنا ويشرفنا سفير حلو برضو سفير مصر عظيم في لندن يعني حبيبا كريم منور الدنيا أبو بناي كانت نور دايما الأجازة كانت حلوة تمام الحمد لله خلاص خلصت وفد اليومين وخلاص كانت الناس كان مقضي أجازة بس مقضيها مع حد حلوة أو حد رزيز يعني أجازته في مصر كانت مع محمد النيني شكرا فالله هو عارف انت اللي هو هو حتخذت أجازة مع محمد النيني حاجة اللي لطيفة يعني لا حبيبا ما خطرنش معاك وإيه يا ريتا كنت قطيجة والله إنني طبعا يعني أنا يعني بستمتع بقى أي وقت معا سواء في لندن أو هنا فهو شخصية جميلة جدا والناس كلها عارفة أنا بحبه إنني اللعب عظيم وأنا دايما رأي فيه طبعا هو واحد من أفضل المسيرات للعب مصري في الاحتراف الخارجي ومسته كمان إنه هو شخص هادي كده لبتعدوشة وساعات بيعيبه ده وإن كان أنا لو ما كانه بعمل كده عشان دي شخصيتي برضه إنه هو مش بيماركت لنفسه ومش بيسوق لنفسه فهو هادي وفي حاله الناس تهاجمه ما هو في حاله الناس تشيد به هو في حاله طول الوقت في حاله إنت أكتر الناس اللي قريب منه هو أنني شخصية جميلة جدا كل ناس عارفة كده لكنني عنده كذا ميزة بس أهم المزاد دي إنه هو راجل يعني يتصق فيه ويعني تقدر تعتمد عليه ولو في أي حاجة أنت ممكن تقدر تتكلم معاه وهو إنسان متفاهم جدا بالإضافة لإن شخصيته قوية جدا حتى كل السنين يعني لو النني مش لعيب كويس ما يعودش في أرسنال ثمان سنين يعني ثمان سنين دي في حالة ذاتها الناس كتير كانت بتتكلم والنني وما بيلعبش بصرف النظر عن كده لكن النني حتى كان الفترة اللي في منتخب مصر برضه كان كل الناس متصق فيه يعني لو حتى لعيبة عندها أي مطلب أي حاجة فبيجوا للنني هو النني هو اللي اللي زي باللغة بتاعتنا العمية بيتصدر وهو اللي بيتكلم في كل حاجة فالنني يعني له وضع كبير جدا وشخصية مفروض إنها أي حد يستفد منه سواء في المنتخب أو في النادي والدليل على كده كل الكلام اللي تقال عليه في أرسنال بعد الثمان سنين حتى يخلي لاعب حجم ديكن رايس يعني دلوقتي أغلى لاعب وسط في البريمير ليج إن يقدر يتكلم عن نني ويقول إنني أسطورة رغم إن ديكن رايس يعني نني بقاله 8 سنين في أرسنال ديكن رايس أول سنة في أرسن يكون إن هو قاعد مع فترة قصيرة ويتكلم عنه كده فدي في حد ذاتها حاجة كويسة جديدة عايز لك سؤال مهم جدا يعني النني أنا فاكر قبل كاس العلب اللي فات كان في بعض الناس بتنتقد محمد النني وأصلا محمد النني مفيش مدرب جيل منتخب مصر اللي لما اعتمد على محمد النني أساسي يلعب أساسي ما بيلعبش أساسي ما أفرقيته هو أنا معتمد على يف منتخب مصر عشان كدرات فنية وتكتكية كبيرة جدا محمد النني لو تفتكر قبل كاس العلم كان عنده أصابة الناس كلها كيتمرعوبة إن محمد النني ملحقش كاس العلم عشان تبدأوا يفهموا قيمة محمد النني بس محمد النني بيتعرض إزاي للضغوطات اللي هي من نوعية إنه لأ محمد النني ما بيلعبش ده فيه أجمد منه موجود في الدولة المصري كابتر حسن حسن مساء في الفضاء أخينا مش واخد محمد النني الدغوط دي بيتعامل معاه زي محمد النني أنا ما شفتش حد في حياتي يعني بالعربة كده ياخد جائزة أوسكر في التعاون مع الدغوط زي محمد النني يعني فيه ناس كتير ممكن الدغوط يتأثر على تأثير سلبي طبعا لكن محمد النني ما بتأثرش عليه خالص دايماً لما بنا نتكلم في أي موقف يعني فبيقول لي أنا سايب كل حاجة على ربنا وفعلاً هو يعني هو دي دي الجملة بتاعته والمشهولة بتاعته دايماً يقول لي يا كابتر ناسر أما يحصل حاجة أنا زعل بحس أن أنا زعلان يعني زعلان قوي فيقول لي سيب كل حاجة على ربنا وإن شاء الله كل حاجة هتيبه كويس وحصل معاه موقف جتير جداً سواء في أرسنال وخصوصاً في الفترة اللي كانت صعبة جداً أيام أوناي إمري عما كان مسك أرسنال ومحمد النني راح عارة البشكتاش لكن هو دايماً بيقول أنا سيب كل حاجة على ربنا حتى في المواقف بتاعته المنتخب دي هي دي كلمته فأنا شايف أن هو بيقدر يتعامل مع المواقف بطريقة كويسة جداً ومتقدرش يتأثر عليه تأثير سلبي ودي في حد ذاتها نجاح لكن في نقطة مهمة جداً أنا شايف أن محمد أنني دايماً بيتهاجم لأن مولوش حد بيدفع عنه يعني ما فيش أي لعيب في مصر سواء لعيب سواء نجم بصرف النظر عن حجم نجمويته أو حد أقل من نجم أو لعيب مش مشهور جداً لكن كل الناس بيقى فيه ناس عندها بتدفع عنها لكن محمد أنني ما فيش حد بيدفع عنه وخصوصاً أني كمان محمد أنني محبش يتكلم كتير يعني كلها من الناس يقولنا أنا مثلاً حرد في الملعة محبش يتكلم فدايماً هو وجملة دي بتعجبني جداً بيقولي أنا سيب كل حاجة على ربنا وإن شاء الله كل حاجة بتحصل خير مرة حضرت مواطش الأرسنال في أستاذ الإمارات في إنجلترا كان محمد أنني في بداياته مع أرسنفينجر وكان بيلعب أساسي في مباراة قدام كريستاب بلس في الدولة الإنجليزية وفرجت على محمد أنني في الملعب جيت على قدام الشاشة وقلت يا جماعة احنا معنا لاعب عظيم جداً ليه بقى أنه من فوق وده بعد كده فهمني ليه كل المدربين اللي جمع لمنطقة مصر كان بيعتبدوا على محمد أنني طمام لعيب اللي بيظهر لزميله لعيب اللي بيطلع الكرة صح لعيب اللي واقف صح اللعيب اللي في كل مكان في الملعب مرعف وسط الملعب دايماً لما كان حد يقول لي مثلاً محمد أنني في حد أحسن أقول لهم يا جماعة لأ يعني الميوك كده أكيد مش فهم كرة قوي بالظبط افرج على محمد أنني كل المدربين الأجانب باللجوم أرسن باستثناء قناي إمري كل المدربين اللي جمع مع منطقة مصر اعتماد عليه اعتماد كامل ممكن الكابتن حسام حسن عايز يشوف بعض اللعبين وممكن أنا أتصور أن محمد أنني هيبقى ليه مستقبل مع كامتن حسن حسن ما عرفش إمتى بس الناس برضو بالتعامل أن محمد أنني برى المنتخب للأبد لا هو ممكن فترة كده كامتن حسن مثلاً لاو اختياراته لاو قناعاته بس محمد أنني هيبقى ليه دور الأكل هو طبعاً لو أنا كمدرب حابب أن يكون عندي العيز محمد أنني طبعاً سواء من ناحية الفنية في الملعب أو برى الملعب وده اللي حصل يعني لما يكون فيه مدرب حجم ميكيل أرتيتا أما يجي تكلم عن محمد أنني أنهم يحتاجوا في الملعب يعني لو شفنا الموسم الماضي أن محمد أنني كان فيه فترة برضو ما يبلعبش فيها لكن لما يحتاجوا أرتيتا كان جاهز جداً كان مباراة منشلسة يونايتد وكان دي فعلاً يعني علامة فريقة في منشلسة يونايتد وكان كله تكلم عنها حتى سليبة أما يجي تكلم قال قادي محمد أنني لغاية آخر ثانية بيعمل سبرينت وبيجري إزاي وبيحارب إزاي في الملعب دي رسالة بوجهها لأناي أمري ده سليبة اللي قال كده فده دليل على أن فعلاً محمد أنني فنياً سواء مدربين أو سواء لعبين عارفين قيمة محمد أنني فنياً جوا الملعب بالإضافة بقى أن برى الملعب محمد أنني ليه يعني شغل هايل وشغل رائع جداً وده كان بيحصل مع أرسنل في كل الفترة سواء الموسم الماضي أو الموسم ده حتى دليل على كده أنه لما محمد أنني خلاص يعني مسيرة محمد أنني مع أرسنل انتهت كل الناس يعني في الوداع كلام يعني كلام رؤى كلام فعلاً يدعو الفخر أنك عندك لعيب مصري أنه هو يقدر يكمل في البريمير ليج مدى 8 سنين وبعدين في البريمير ليج مش في أي حتة لدى أنت بتلعب في نادي بحجم أرسنل فده في حد ذاتها يعني نجاح كبير كده فلما حد يجي يكلمني عن مسيرة محمد أنني أنا بيكلم بيقول مسيرة محمد أنني نجح بكل المقييس رغم للناس بتشوفها أنها مش نجحة فيه فترات أنه ملعبش لكن ده برضو طبيعي كرة كده يعني أنت بسلاً عندك كان عندك توماس بارتي عندك ديكلن رايس عندك لعيبة برضو كبيرة واللعيبة دي مدفوعة يعني يعني توماس بارتي كان جاي من أتلة كومادرين بـ 50 مليون فدي في حد ذاتها أن كل محمد أنني يفضل في أرسنال للثمان سنين دي دي فعلاً أنا شايفها أنها مسيرة نجحة بكل المقييس أني جاي ده مش سؤال بس يعني إداية للشخصية منك يعني عشان برضو لو قلتها بصيرة سؤال فهو أنتو أصدقاء فأكيد بتكلمه ما بعد طول الوقت بس هل محمد أنني طبعاً ما نعرفش مستقبله في إيه مستقبله ده هيبقى بتاعه في إيد ربنا طبعاً بس أرى محمد أنني العقلية اللي ممكن تيه تختم حياتها في الدولة المصري ولا هو من الناس اللي عايزة تكمل في أوروبا لا خلص عايزة تكمل في أوروبا خلص هو عايزة تكمل في أوروبا شو فيه كلام كتير يتقال لأسنو ممكن يرجع لأهلي لا كل ده كان كلام كل ده كان كلام وناس كتير يتكلمت عن محمد أنني وذكروا محمد أنني وذكروا تريزيجية وقالوا أنهم عايزة يجبوا عن نادي الأهلي ويشاركوا عن نادي الأهلي في كلاس العالم الأندية فكانت كل ده يعتبر كلام واكتهدات من الناس لكن محمد أنني عقليته عقلية احترافية كبيرة جداً كل السنين اللي قضاها في أرسنال وبعدين ما ننساش كمان دلوقتي أن محمد أنني عمل نادي فأنني F.C. دلوقتي في إنجلترا يعني برضو ديف حد ذاتها برضو يعني تخالي أن محمد أنني في خلال الفتر اللي كان بيلعب كان هو ويتشاكا راح وأخذوا دورات تدريبية وحتى ميكل أرتيتا ما تكلم عنه ومتكلم عنه وقال خصوصاً عن محمد أنني لمحمد أنني دايماً لو أنت قاعدة كريم بتتفرج مع محمد أنني على ماتش تحس أنه قاعد بيحللك الماتش ده شوف ده شوف التحرك ده شوف ده ورجل دايماً قاعد عنده اللابتوب بتاعه بيقعد يفكر ويشوف طريقة لعبة لأنه خلاص الرجل دلوقتي يعني بيبصه لقدامه هي دايماً إنسان الناجح أنه دايماً يبصش دلوقتي لازم يبصه لقدامه محمد أنني كان أول نقطة أنه هو يبصه لقدامه أنه هو بدأ ياخد دورات تدريبية النقطة التانية أنه هو دلوقتي عمل نادي والنادي أنا شفته وروحت شفت النادي هناك يعني فكر احترافي كبير جداً فأنا شايف أن إن شاء الله عن كل نجاح برضو فأنا شايف إن محمد النني لو هو على صيغة سؤال اللي أنت قلته إن محمد النني ما بيفكرش إنه هو يرجع مصر للوقتي يعني أقوى مكمل في أوروب إن شاء الله يفضل دايماً سفير عظيم من مصر في أوروب العلاقة اللي بينكم بين محمد النني دي هي نفس العلاقة بينك بين محمد صرح أو محمد صرح ما لا العلاقة بيني وبين النني أنا في ناس يعني علاقتة بهم قوية لكن أقوى حاجة النني أقوى حاجة النني وترزيجية يمكن صلاح عشان صلاح بعيد يعني صلاح في ليفربول لكن أنا طبعاً بحبهم كلهم صلاح لما حصلت المشكلة الأخيرة لك يا بنيورجان كلوب دي الأجواك هتعمل زي ناس كان بتتكلم إزاي في إنجلترا أكيد أصلاً أما يكون نجم بحاجة محمد صلاح فلازم أي حاجة يعملها لازم الناس كلها هتبقى لكن لكن خصوصاً إن كمان مش بصرف النظر عن محمد صلاح نجم كبير جداً وطبعاً إحنا كلنا بنفخر بمحمد صلاح بأرقام وإحصائيات وكل البطولات اللي حصل عليها لكن لما كون إنت نجم أي حاجة بتحصل كل الناس بتتبعها وخصوصاً لما تحصل مع حد كل الناس عارفين العلاقة بينكم يعني علاقة صلاح بيورجان كلوب علاقة قوية جداً يعني يعني يعتبر هو القبر الروحي لصلاح ساعد صلاح كتير جداً استفاد منه كتير جداً ويرجان كلوب استفاد من صلاح كتير جداً فكون إن يحصل موقف وخصوصاً لما أنت يكون حد صديق ومقرب لك جداً لما أنت يحصل أي مشكلة بينك من أي حد دي عادية خالص لما يكون حد قريب منك فدي بتفرق كتير جداً فكل الناس بتتكلم إزاي يحصل كده وإزاي في ناس طبعاً في صف كلوب في صف محمد صلاح لكن في النهاية اللي اتنين طلعوا وكلموا إن هي زي أي حاجة بتحصل في الملعب والمشكلة الدوري الدوري ضاع من أرسنال ليه السنة دي أنا في رأيي الدوري ضاع من أرسنال في مباراة أسنفيل يعني لو النتائج مشت زي ما هي كده لغاية نهاية كان أرسنال هو بطل الدور اللي كان فيها زمينة أيمان مصطفى عشانا عارف إنه هو بش حلو على أرسنال يعني جالكو كلب سميننا الإعلامي طبعا أيمان مصطفى جالكو لندن خلص على أرسنال كانت مباراة عدل باير ميونيخ والمباراة بتاعة أسنفيل خلص على فرقة البطولتين فهي مباراة أسنفيل دي اللي فرقت كانت يعني علامة فريقة زي الموسم الماضي كانت مباراة إفرتون اللي خسرها أرسنال الموسم الماضي دي فرقت كتير جدا وخلته يخسر الدوري لكن مباراة أسنفيل كان واضح جدا أن اللعيبة مرهقة جدا يعني يعني مكيل أرتيتا برضو مدرب كبير جدا أخذ خبرة كبيرة جدا من جوارديولا في الفترة اللي كان معاه في منشونسا سيتي لكن في حاجات برضو أخطاء زي أنت مثلا عندك لعيبة شايف اللعبة مجهدة يعني أوديجارد تلعب بيرني دي لعب 80 دقيقة شوفنا في مباراة أسنفيل دي كان بين وايت مش قادر مش قادر يتحرك يعني خلاص كان لعيبة مجهدة جدا وأرسنل أنا شايف النقطة المهمة جدا لأرسنل أنه هو ما عندوش الهداف اللي يقدر يترجم كل ده زيها لو عنده مش بحجم هالند يعني حد يقدر مع مثلا هاركين مثلا عنده حد يترجم للاهداف كتاب تفرق معاه كتير جدا بالإضافة لأن بينشي ما عندوش بينش زي منشا سيتي لكن منشا سيتي ده في ما يخص ما يحدث في الدول الإنجليزي من شوية خلصت مباراة نهاية دورة لأبطال أوروبا طب شجع الريال ولا ملكش في الريال أنا أنا برشلوني برشلوني لكن شابي يعني عمل نتائج سيئة جدا مع برشلونة فخلتني يعني أميل شوية للريال شفت الريال حلو إزاي شفت اليميل عندنا بيحصل له لا لا ريال يعني حاجة كنا منفرج مع بعض على المطش ريال تحسوا يعني بلعب وحش النهاردة مطش وحش بالنسبة لله بس أنت متأكد ومقتنع مليون الميا أن اللي رأيك ريال حكس هكتف واحد نهارة فخلص المطش شفت المطش إزاي يعني أنا شاف المطش طيب رغم أن بروشا تورتمون كان أدى أداء رائع جدا وخصوصا في الشوت الأول ويمكن يعني الشوت الأول وحوالي ربع ساعة وثالث ساعة من الشوت الثاني لكن كنا كلنا قاعدين ومقتنعين أن ريال مدريد هو اللي حيكسب البطولة لأن أنت عندك برضو لعبة أسماء كبيرة جدا خبرة كبيرة جدا لما تكون حوصل على لقب 14 مرة وبتنافس النهائي المرة الخمستاشر في آخر 10 سنين توصل لنهائي 6 مرات أنشلوتي كان قبل النهائي بتاع النهاردة ده حوصل على البطولة أربع مرات كمدرب ومرتين كلاعب فدي بتفرق كتير جدا الخطوات اللي أخذها ريال مدريد السنة دي في البطولة يعني هو متصدر المجموعة بتاعته في دور المجموعة متصدر المجموعة بعد كده يفوز على لايبزيج الألماني بعد كده يعني منشسة سيتي يعني كان نهائي مبكر ما بين ريال مدريد ومنشسة سيتي وبعدين يعني باير ميونيخ فديف حد ذاتها لكن برضو كل يعني نرفع القبعة بروشا دورتموند وإدين تيرزيتش إدين تيرزيتش رغم أنه صغير في السن 41 سنة لكن فعلا قد أداء رائع رغم أن نتائج ما كانتش كويسة في الدور الألماني لكن قدر أنه هو يوصل بروشا دورتموند للنهائي تشامس ديج الموسم الماضي يعني خسر بفرق الأهداف فديف حد ذاتها يعتبر نجاح لبروشا دورتموند لكن هنرجع نقول أن أنشلوتي يعني يعني قمة 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 في التعامل مع النهائيات قمة يعني أنشلوتي وزي ما نقول يعني فيه جملة شهيرة جدا اللي النهائيات يعني تكسب ولا تلعب صحيح فهو الددال اللي حصل يعني بروشا دورتموند كل اللي شاف المغرأ هيقول أن بروشا دورتموند هيقدر يعمل مفاجأة لكن قدر ريال مادريد أنه هو يحسن مفرج مع الناس صحابي برا قبل ما يجي هنا الناس عاما تقول لك لأ مش قلت لكم دورتموند هيكسب قلت لهم يا جماعة الريال هيكسب دورتموند يعني هيولوح وييجي وبتاع بس أدام من ريال وسل للحطة دي هيكسب أنا شفت في المقدمة كريم أنت بتقول زي ما بتقول دام عن نادي الأهلي يعني كده برضو بيبقى فيه ممكن فيه أوقات مقباش كويس لكن يعني أنت واسق أن في النهاية أن أنت هتكسب صح لسه مكملين هذا الحوار الممتع كالعادة مع الكابتن الكبير كابتن ياسر الشنواني بعد هذا فاصل نواصل خليكم معنا يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى لسه مشرفني ومنورني الكابتن الكبير كابتن ياسر الشنواني نجم النادي المصري الأصبع كابتن ياسر منور الدنيا والله كالمنور يا كريم ربنا كلمة حالية شفت إزاي إنجازات الأهلي والزبالي في البطولات الأفريقية نبدأ من نادي الأهلي طبعا يعني إنجاز النادي الأهلي إن يحصل على البطولة للمرة الاثناشر ده طبعا إنجاز غير مسبوك وإنجاز تاريخي طبعا ده بيرجع نتيجة يعني نادي الأهلي نادي كبير ونادي كبير جدا في أفريقيا وفي العالم العربي إيه رأيك في مرسل كولر كمدرب أنا بيعجبني جدا صراح أنا بيعجبني جدا بس ساعات بأخذ عليه إن ساعات بحس بيجي عليه أوقات مش عارف يقرى المباراة فدي بيعني بتحس إن هو بعيد عن المباراة ما بيقدرش يعمل تغييرات إن هو تتحسسك إن أنت مدرب فعلا يعني يعني أرتاة مثلا بحكم إن أنا كنت بروح مباراة أرسن بيعرف يقرى المباراة في الثانية يقدر يعمل تغيير سواء جوة الملعب أو تغيير أو تغيير من بره لا يعني كولر ما بيعرفش النازل بك كل ده لا بأتكلم في العموم لكن هو كولر مدرب كويس جدا مع جهاز متفاهمين مع بعض خلي بالك كمان برضه كريم في ناس يعني بتغفل النحية دي النحية النفسية بتفرق كتير جدا يعني العلاقة ما بين المدرب واللعيبة يعني أنا كنت شاف يعني في رأيي الشخصي إن يورجن كولوب كل الإنجازات وحصول على البريمير ليج والشامبز ليج وكل ده فدي بتفرق كتير جدا تشوف علاقة يورجن كولوب مش هنتكلم بعلاقته بصلاح بس لكن علاقته كان بكل بكل اللعيبة لكن أنا شايف إن كولر مدرب كويس جدا الجهاز اللي معاه متفاهم جدا فيه واحد في الجهاز يعني ناس كتير ما بتتكلمش عنه لكن أنا شايف إن هو ليه دور كبير جدا 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 وهو كابتن سامي أمصان يعني بيعمل دور كبير جدا أنا شايف إن هو ده يعني همزت وحلقت الوصل ما بين اللعيبة وما بين الجهاز الفني الزمالك الزمالك في كل الظروف بقى الزمالك طبعا دلوقتي حصل فيه تغيير كبير جدا أنا شايف أن التغيير اللي حصل في نادي الزمالك تغيير إيجابي جدا وخصوصا من ناحية الإدارية وخصوصا أنت دايما في أي شغل بشي صار في النظر سواء كورة أو غير كورة لما يكون عندك ثبات إداري فده بيفرق معاك كتير جدا أنا شايف أن الجهاز الإداري اللي جاي من الزمالك يعني مجلس إدارة جديد حاول أنه يحط نقاط ويمشوا عليها حاول أنه يحقق هدفه ووصولهم أنه يحصلوا على الكنفدرالية دايما في حد ذاتها يعتبر نجاح وخصوصا أنت لما يحصل تغيير يعني من إيه تزد يعني من تحت خالص لغاية يعني كان فيه يعني نادي الزمالك وضعه قبل ما يجي المجلس ده كان فيه مشاكل كتير جدا وحاجات كتير جدا كان كل الناس بيكلع مع نادي الزمالك وضع نادي الزمالك كان الإداري مأثر تأثير سلبي جبير جدا فنية من ناحية الفنية لكن السبات اللي جيه بمجيء مجلس إدارة جديد بأنه يحط يعني هدف جديد فرق كتير جدا مع نادي الزمالك وصع نادي الزمالك إنه هو يقدر يحصل على الكمفيدرالية دي ممكن تكون دفعا نادي الزمالك إنه يبقى أحسن في الفترة الجاية بالتأكيد لازم سألك على المصري المصري طبعا المصري طبعا أنا بزع على نادي المصري بس عشان جمهوره يعني جمهور النادي المصري فعلا يستحق أكثر من كده يعني نادي المصري يتخيل نادي المصري بكل الجمهير دي بكل الإمكانيات اللي عنده عندهم مجلس إدارة يعني أستاذ كاملة بعلي ما بخالش عليهم بحاجة فأنا شايف إن نادي المصري لازم يكون وضعه أحسن من كده وخصوصا معاك جمهور زي ما بيقولوا يعني يحرك الصخر عشان كده احنا بنقول إن دايما الفرق الجمهيرية تفرق كتير جدا في الدوري بصرف النظر أن يكون عندك فرقة عندها كل الإمكانيات المادية لكن ما عندهاش جمهور هي كرة جمهور اللي بيفرق كتير جدا مع كرة جمهور فأنا أتمنى إن نادي المصري يكون وضعه أحسن من كده كابتن ياسر شرفت ونورتك العادة وما تغيبش عننا كتير بقى ربنا يا كلمة الكريمة أنا تعيد دايما أن أكون معاك ودايما إن شاء الله في نجاح وتأمرك يا ربي خليك كابتن ياسر ناورتك الدنيا لسا مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل زمراء العزاء إبراهيم جاد وإسلام أحمد نتكلم معهم كمان عن مباراة نهاية في دولة أبطال أوروبا بين أريال ودورتموند خليكم معا